مساء الخير لكم جميعاً رح يدخل قانون الجنسية الألمانية الجديد حيز التنفيذ في السابع والعشرين من شهر يونيو القادم وهذا شيء طبعاً إيجابي جداً وخبر سار بالنسبة للأشخاص يلي حابين يحصلوا على جنسية مزدوجة مو حابين يعني يستعنوا عن جنسية البلد الأم وكمان خبر سار بالنسبة للأشخاص يلي حابين يقدموا على الجنسية بسرعة بعد خمس سنوات أو حتى بعد ثلاث سنوات في حالات الاندماج الخاصة شرحت كل ما يتعلق بهذه التفاصيل في فيديوهات سابقة ولكن الشيء الجديد بأنه حكومة إشارة المرور عاب تخطط لحملة ترويجية لجواز السفر الألماني عاب تخطط لا تعمل دعايات يعني لجواز السفر الألماني لحتى تجزب العمال المهرة لألمانيا رح تنشئ الحكومة موقع إلكتروني باللغتين الإنجليزية والألمانية للتعريف بالتسهيلات فيما يتعلق بجواز السفر الألماني فكل المعلومات فيما يتعلق بالحصول على الجنسية الألمانية رح تكون موجودة بهذا الموقع ورح يطبعوا كمان كتيبات صغيرة باللغتين الإنجليزية والألمانية لحتى يروجوا للجواز الألماني ليعملوا دعاية لجواز السفر الألماني وكمان رح ينشروا على مواقع التواصل الاجتماعي مقابلات مع أشخاص حصلوا على الجنسية الألمانية لحتى يحكوا عن تجاربهم في الحصول على جواز السفر الألماني وهي الحملة الترويجية لجواز السفر الألماني ما كانت موجودة في تاريخ ألمانيا أبدا فهي حركة غير مسبوقة ولكن أغضبت المعارضة بشدة فحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عبيقول بأن حكومة إشارة المرور عبي تزاغر عبي تقلل من شأن جواز السفر الألماني وكمان حزب البديل من أجل ألمانيا عبيقول بأن هاي الأعلانات رح تساهم بجزب المزيد من المهاجرين لألمانيا مو بس العمال المهرة يعني رح تجيب المهاجرين يلي حابين يدخلوا على النظام الاجتماعي بألمانيا حابين يحصلوا على المساعدات الاجتماعية وهدول الأشخاص رح يجيبوا معهم الصراعات تبعيتهم في البيئة تبعيتهم رح يصدروا لألمانيا فهذا الشي اللي يخايف منه كمان حزب البديل فبالتالي هاي الحركة أغضبت المعارضة أغضبت حزب البديل وأغضبت حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فبالتالي الحكومة الاتحادية حكومة إشارة المرور عبتخطط لحملة دعائية كبيرة لجواز السفر الألماني والمعارضة معاجبة هذا الوضع معطرضة على هاي الدعاية عبتعتبرها تقليل من شأن جواز السفر الألماني من انتهي اللي خبرنا الثاني بفيديو اليوم حكيت لكم في نشرة الأخبار قبل السابقة عن شاب غاضب خرج في مدينة فومس يوم السبت الفائت خرج للشارع نصف عار كان وكان في معه لوح خشبي بلش يكسر في السيارات بلش يضرب في السيارات فيبدو أنه تم طرده من حانة من كنايب فكان غاضب جدا يعني فبلش يضرب بالسيارات وكمان بلش يهين المارة وهذا الشاب تم الكشف عن جنسيته وهو من إيريتريا وفي عنده كمان سوابق كتيرة فشرطة لازم تكون يعني حاططته في حجز الترحيل لازم يترحل ولكن هو يعني عبيفتل على راحته فتسبب بمزيد من المشاكل فشرطة حضرت لحتى تلقي القبض عليه ولكن هو يقاوم فكان فيه يعني مشهد عنيف وصادم في الشارع والشرطة يعني سحبوا عليه المسدسات ولكن هو معه بستسلم فبشكل شجاع هجم عليه أحد المرة يعني انقض عليه أحد المرة وكما شو من رابته وثبتوا على الحيط فشرطة قدرت أنه تعطيه صعقة كهربائية وتلقي القبض عليه فتبين بأنه هذا الشاب هو تونسي يعني لأول الشاب تونسي يبلغ من العمر 39 عاما يعني كمان أجنبي فبالتالي هذا الشيء إيجابي جدا يعني بأنه كمان شخص أجنبي ساعت في إلقاء القبض على الشاب الغاضب وهو شاب تونسي يبلغ من العمر 39 عاما يدعى بلال فتحياتنا كمان لبلال من هذا المنبر يعني وسائل الإعلام الألمانية احتفلت ببلال لموقفه وحركته شجاعة جدا في إلقاء القبض على الجاني على الشخص الغاضب في الشارع فبلال الشاب الشجاعة حكى بأنه يدخل لحتى يمنع المهاجم من إيزاء الناس في الشارع فكان موقف شجاعة احتفلت فيه وسائل الإعلام الألمانية وفي هيك حالات بالعادة بتدخلوا الأجانب فعلا بألمانيا لما يعني بيكون فيه مهاجم وحدها حامل سكينة مثلا كمان فبالعادة بتدخلوا الأجانب لحتى يشلحو السكينة لحتى يمنعوا يعني من حدوث المزيد من الإيزاء للناس في الشارع وحتى كمان يساعدوا الشرطة في إلقاء القبض على الجاني فبالعادة الأجانب والمهاجرين بتدخلوا كمان بهيك شغلات فصح بيكون المهاجم بالعادة كمان أجنبي ولكن الشخص يلي بيساعد بإلقاء القبض على هدول المجرمين وعلى هدول الأشخاص يعني بيكونوا من الأجانب المهاجرين وهذا شيء طبعا إيجابي جدا وبيدل على أنه هاي المشاكل اللي عبدت صير هي حالات فردية ولا يجوز تعميمة على جميع المهاجرين واللاجئين وبالعادة وسائل الإعلام الألمانية بتحتفل كمان بالشخص يلي ساعد الشرطة في إلقاء القبض على الجنات من انتهي اللي خبرنا الثاني بفيديو اليوم فجأة ظهرت وزيرة الخارجية الاتحادية أنا لنا بيابوك في أوكرانيا نزلت من القطار فانتشرت الصور في وسائل الإعلام الألمانية طبعا ما بتم الإعلان عن هيك زيارات لأوكرانيا لأسباب أمنية فبتم التكتم على هذا النوع من الزيارات ففجأة ظهرت وزيرة الخارجية في أوكرانيا والهدف الرئيسي من هي الزيارة هو تطمين الأوكرانيين بأن ألمانيا ستستمر في دعم أوكرانيا رح تضل يعني ألمانيا وقفة جنب أوكرانيا في هي الحرب مع روسيا وحكت وزيرة الخارجية بيابوك كلام مهم جدا حكت وقالت بأنه نحن سنفوز بهذه الحرب وقالت كمان بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عب يعتقد يعني أو عب يعول بأنه نحن الهواء عنا سينفز يعني ما رح يكون في عنا صبر طويل رح نمل يعني وما رح نستمر في دعم أوكرانيا ولكن نحن نفسنا طويل جدا فهذا الكلام اللي حكته وزيرة الخارجية وهي تطمينات للجانب الأوكراني فألمانيا مستمرة في دعم أوكرانيا حتى الفوز بهذه الحرب ولكن بصراحة بحسب ما نشرت وسائل الإعلام الألمانية فالوضع في أوكرانيا متراجع نوعا ما لصالح روسيا ففي منطقة خاركيف يعني في ضربات جوية عنيفة عب تمارسها روسيا وبشكل عام على البنى التحتية في أوكرانيا ففي ضربات جوية عنيفة بالطائرات وطائرات بدون طيار والصواريخ ففي تفوق جوي واضح لروسيا فلهيك الأوكرانيين عب يطالبوا ألمانيا بمزيد من الدفاعات الجوية فالأوكرانيين بالفترة الحالية بحاجة ملحة للمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والمزيد من الصواريخ المضادة للطائرات لحتى يتم صد الهجمات الجوية الروسية الكسيفة وفعلا ألمانيا أعلنت عن المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا رح يتم في نهاية هذا العام دفع ما يصل إلى 3.8 مليار يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا لحد الآن تم دفع 7.1 مليار يورو في العام الحالي 2024 رح يكملون لها بمبلغ 3.8 مليار يورو في نهاية العام الحالي وبحسب وزير الدفاع الاتحادي بوغيس بستوغيوس فميزانيته لأوكرانيا لعام 2025 رح تكون 15 مليار يورو فهو عب يطالب يعني الحكومة الاتحادية بتخصيص 15 مليار يورو لأوكرانيا في عام 2025 من تلك اللي خبرنا الأخير بفيديو اليوم بحسب ما نشرت وسائل الإعلام الألمانية ففي حاليا موجة من الدعاوة القضائية فيما يتعلق بالجنسية الألمانية ضد مكاتب التجنيس ففي عدد كبير من الدعاوة القضائية في المحاكم في مدينة إسن والسبب طبعا هو تأخر سلطات التجنيس فالرد على الطلبات يعني في دراسة الطلبات ففي الآلاف من الطلبات المعلقة يلي لسه ما تم دراستها في المدينة فالمدينة مسقلة بالأعباء هي ومدن تانية كثيرة بألمانيا فبالتالي عبتزداد الدعاوة القضائية في المحاكم ضد سلطات التجنيس للبت السريع في هاي الطلبات فبتدروا مثل ما حكيت بفيديوهات سابقة وشرحت هذا الموضوع بالتفصيل بتدروا ترفعوا دعوة تقاعس ضد دائرة التجنيس لحتى ينبت بطلب التجنيس خلال عدة أسابيع فبحسب ما تحدثت وسائل الإعلام الألمانية في حاليا موجة من الدعاوة القضائية في مدينة إسن فيبدو أن الناس ما عبتتحمل فترات الانتظار الطويلة فعبتلجأ للمحاكم بهيك ما نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم وكالعادة حابب ذكركم بضرورة الاشتراك بالقناة فبتمنى أنكم تخصصوا ولو نصف دقيقة من وقتكم وتدخلوا على صفحتي الرئيسية على يوتيوب وتتأكدوا من أنكم ضغطين على زر اشتراك في حال عجبكم الفيديو كمان فاضغطوا على زر لايك واكتبوا تعليق أسفل الفيديو وشاركوا رابط الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كان معكم الهام بوزان تبقوا بخير وصحة وسلامة تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء